اسمعوا صوت السماوات قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني ولا أقول لكم أن تقبلوني من غير برهان وآمنوا بي من غير سلطان بل أنادي بينكم أن تقوموا لله مقصطين ثم انظروا إلى ما أنزل الله لي من الآيات والبراهين والشهادات فإن لم تجدوا آياتي كمثل ما جرت عادة الله في الصادقين وخلت سنته في النبيين الأولين فاردوني ولا تقبلوني وإن رأيتم آياتي كآيات خلت في السابقين فمن مقتضى الإيمان أن تقبلوني ولا تمر عليها معرضين وإن كنت لا تقدر على هذا السفر البعيد فلك طريق أخرى فإن كنت فاعلها فأخرج أولا من صدرك كل ما دخل فيه من سوء الظن ثم قم وتوضأ وصل ركعتين وصل وسلم واستغفر استغفار التائبين ثم اتجع مستقبلا على مصلاك وتخل بمناجاة مولاك واسأل الله لاستكشاف حالي وحقيقة مقالي ثم نم قائلا يا خبير أخبرني في أمر أحمد بن غلام مرتضى القادياني أهو مردود عندك أو مكتوب؟